الصفحة الريادية للنشرة نخصصها لحديث عن تغيب الأندية التونسية لأول مرة منذ مدة طويلة عن دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالي الإفراقية بعد الإقصاء المبكر للنادس فاقسي واتحاد بن جردان هذه مرسلة عبد السلام ضيف الله تونس تغيب عن مرحلة المجموعات في خطوة لم غير معهودة منذ هذا الدور المتقدم تعتبر نكس لكرة القدمة التونسية باعتبار أن الرقم القياسي على مستوى عدد مرات أو مجموع حتى مجموع الألقاب هذه المسابقة يعود الأندية التونسية الفريق المعني والذي ربما خلف مرارة كبيرة خروجه هو التحدث عن النادرس فاقسي الذي اكتفى بالتعادل مع فريق بارادو الجزائري وذلك في مباراة يوم الحد الماضي علما أن الفريق الجزائري كان فاز في لقاء الذهاب ثلاثة أهداف مقابل هدف لم يستطع النادرس فاقسي العودة في النتيجة وعاد مسلسل الأزمة من جديد في فريق النادرس فاقسي ويبدو أن هناك غضب كبير من أحباء الفريق ولكن إدارة الفريق اختارت التصعيد وذهبت في منحة آخر قررت إبعاد سبعة لاعبين أساسيين هم الحار الصبري بن حسين حمزة جلاسي حسين الدكدوق محمد علي جويني جاسم الحمدوني فرشوات وعلى الدين المرزوقي يعني فرشوات وعلى الدين المرزوقي عناصر دولية والبقية أيضا هناك منشطون أيضا في المنتخب أقل من 23 سنة يعني هناك غضب كبير صراحة في صفوف الأحباء وغضب أكبر كذلك في صفوف الإدارة ونذكر أن إدارة النادرس فاقسي كانت أقالة المدرب نيبوتشا ولكنها إلى حد الآن لم تتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد وبالتالي دخل النادرس فاقسي من أزمة المدرب إلى أزمة النتائج خاصة هذا الخروج من كأس الكاف المسابقة المفضلة لفريق عاصمة الجنوب التونسي وبالتالي تزداد حيرة أنصار هذا الفريق الكبير ولا ندري أين ستتجه سفينة السفاقسي هذا الموسم بالمقابل فأنه اتحاد بن جردين هذا الفريق الفاتية الذي يحقق نتائج جيدة رغم أنه في 23 دقيقة استطاع أن يتقدم بهدفين لسفر في المباراة أمام فريق بانداري الكيني وأتيحت له ضربة جزافة دقيقة 36 من الشوط الثاني ولكنه أخفق في تحويلها إلى هدف فعاد الفريق الكيني بهدف دقيقة 89 كان كافيا ليمنح بطاقة التآهل خاصة أنه كان فاز في رقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل سفر